عشان تركب نظام انذار او الارمي سيستم في البيت هتدفع مبلغ وقدره او على الاقل هتتدبس في اشتراك شهري او سنوي للصيانة والمتابعة لكن احنا النهاردة عايزين نركب نظام انذار او الارمي سيستم ذاتي وفاعال في السمارت هوم بتاعنا وبأقل تكاليف بس في الاول لازم نفهم الالارمي سيستم او نظام الانذار ده بيشتغل ازاي ومكوناته ايه عشان نفهم احنا محتاجين نعمل ايه بالزبط بشكل عام نظام الانذار بيتكون من 3 اجزاء رئيسية اول جزء هي مجموعة من السنسورز زي مثلا سنسور الباب او سنسور الحركة او كاميرات المرأبة او كانون الباب الزاكي مجموعة السنسورز دي بتشتغل كده زي العينين والودان علشان نظام الانذار بتاعنا يسمع ويشوف ويحس بالحاجات اللي بتحصل في البيت تاني جزء هو سارينة الانذار وسيستم الاضاء الزاكي علشان لما نظام الانذار بتاعنا يحس بحاجة غريبة يبتدي يعمل دوشة في البيت واخر جزء هو واحدة الكنترول اللي من خلالها نقدر نفعل او نبطل جهاز الانذار بتاعنا وكمان نقدر نحط له القواعد اللي هو هيشتغل على اساسها طيب احنا النهاردة هنعمل نظام الانذار بتاعنا ده جوه نظام الهوم اسيستنت للبيت الزاكي وعلى وجه الدقة هنستخدم ادعون بتحطي جوه الهوم اسيستنت اسمها Alarmoo والأدعون دي هي اللي هتعمل لنا نظام الانذار بتاعنا عشان تقدر تسطب الأدعون في الالارمو لازم يكون عندك النسخة الكاملة او الس буду papa من نظام الهوم اسيستنت وكمان يكون عندك الانكانية بتاعة الهاكس او الهوم اسيستنت كميونيتي ستور عشان تقدر تنزل منها الادعون بتاعة الالارمو اللي ما يعرفش ايه هوا الهاكس او هننزلوا ازاي هسيبلكم اللينك بتاع الحلقة دي في الديسكريبشن علشان تتفرجوا عليها المهم تعالوا نبتدي نبني نظام الانزهار بتاعنا جوه نظام الهوم أسيسنم طيب اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي ان احنا نروح على الجزئية بتاعة الهاكس وبعدين هندوس على إنتجريشنز وهننزل تحت على الحتة بتاعة إكسكلور أن دونلود ريبوزيطوريز وفي السيرش هنكتب ألارمو وهندوس عليها وبعد كده هننزل تحت على دونلود وبعد كده ندوس على دونلود ولما يخلص هنا هننزل على سيتينجز وبعد كده نطلع فوق علمين وندوس على ريستارت هوم أسيستنت وندوس على ريستارت وبعد ما الهوم أسيستنت يبتدي هنروح على ديفايزز ان سيرفزز وننزل تحت على اد انتجريشنز وندور على ألارمو هندوس عليه وبعد كده ندوس على فنش هنلاقي إن نظام الانزار بتاع ألارمو بقى موجود على المينيو اللي في الشمال فلو دوسنا عليه كده هيفتح لنا وجهة المستخدم بتاع نظام الانزار بتاعنا لو بصينا فوق على الشمال هنلاقي أربع أجزاء أو أربع ساكاشن الجزء الأولاني الجنرال ودي الحتة اللي هنزبط منها شوية السيتنز بتاعت نظام الانزار بتاعنا والجزئية بتاعت السنسورز ودي الحتة اللي هنضيف منها السنسورز لنظام الانزار بتاعنا أما الحتة بتاعت الكودز فدي الحتة اللي هنزبط منها البين كودز اللي من خلالها نقدر نشغل أو نطفي نظام الانزار والحتة بتاعت الاكشنز اللي من خلالها هنقدر نحدد الاكشنز اللي نظام الانزار هينفزها لو الانزار ضرب تعالوا نشوف واحدة واحدة كده نعمل ايه فنرجع للحطة بتاعت الجنرال هنا بيقول لي ان هو محدد خمسة مود لنظام الانذار احنا علشان البساطة يعني وما نعقدش الدنيا مش هنستخدم غير مود واحد بس اللي هو Arm Away اللي هو لو احنا سيبنا البيت نفعل نظام الانذار فاحنا ممكن ببساطة نيجي عند Arm Home ونعمل Disabled فيبقى كده احنا عندنا مود واحد لنظام الانذار اللي هو لو احنا جوه البيت هنبطله ولو احنا بره البيت هنشغله هو هنا بيقول لي ان Zero Sensors Active يعني لحد دلوقتي ما ضفناش اي سنسور لنظام الانذار فهندوس على اللينك دي ونبتدي هنا بقى ننقي كل السنسورز اللي متوصلة بالهم أسستنت وهنحتاج نزودها لنظام الانذار انت طبع ممكن تزود كل السنسورز اللي انت عايزها بس انا على سبيل المثال هزود اتنين بس فهختار Office Door Sensor وهختار Office Motion Sensor ودوس على Add to Alarm كده هلاحظ ان هو زود لي الاثنين سنسورز دول لنظام الانذار بتاعي تاني خطوة هعملها ان انا ابرمج الكودز اللي من خلالها اقدر اشغل او ابطل جهاز الانذار فهروح على جوزئة كودز ودوس على New User يعني مستخدم جديد فحدد اليوزر ده اسم فهكتب هنا شادي وحدد الكود يعني للبساطة هنخليه 1 2 3 4 طبعا في الحقيقة المفروض تنقي كود معقد اكتر من كده وConfirm Code برضو هكتب 1 2 3 4 ودوس على Save وعشان جهاز الانذار يستخدم الكودز دي حدوس على Use Arm Code و Use Disarm Code يعني انا هنا بقوله استخدم الكودز دي علشان تفعل او تبطل نظام الانذار في حتة تانية ممكن نعملها لو رجعنا على الجنرال ودوسنا على Arm Away ممكن هنا نتحكم في وقت التفعيل او تبطيل جهاز الانذار يعني الفترة ما بين ادخال الكود وتشغيل جهاز الانذار هنا لو دخلت الكود هو هيستنى 60 ثانية وبعد كده يفعل جهاز الانذار فانا ممكن هنا انزلها لصفر مثلا بحيث ان اول ما دخل الكود جهاز الانذار يشتغل على طول وبنفس المنطق Entry Delay هي الفترة ما بين ان جهاز الانذار يضرب لو حسب حركة في المكان وهو متفعل فدي برضو ممكن اخليها صفر بحيث ان لو حرامي مثلا دخل البيت وجهاز الانذار متفعل الانذار يضرب على طول ما يستناش نرجع بقى على الجزئية بتاعة ال actions وهي الحاجات اللي جهاز الانذار هيعملها لو ضرب هنا بقى في امكانيتين امكانية اسمها notifications وامكانية اسمها actions يعني ايه الكلام ده دلوقتي لو جهاز الانذار ضرب وانت مش موجود في البيت هتعرف ازاي ان هو ضرب انت هتبقى محتاج ان جهاز الانذار يبعتلك notification على الموبايل يقولك ان الانذار ضرب فانا هاجي عند جزئية new notification دي واختار ال event ان ال alarm is triggered يعني الانذار ضرب يبعتلي notification على الموبايل فانا هنزل تحت هنا وادوس على target واكتب اسم الموبايل بتاعي اللي انا موصله بال home assistant هيتلعلي اهو الموبايل application اللي موجودة على التليفون بتاع الشادي واختار title للميسج ممكن اقول alarm triggered وممكن هنا ادوس على try it علشان يبعتلي notification كتجربة وفي الاخر ادي للأكشن ده اسم ممكن اكتب notify شادي موبايل شرطة alarm triggered وادوس على save يبقى ده كده اول action نظام الانذار بتاعي هيعمله لو ضرب انا ممكن على فكرة اعمل notification تانية لو حد فعله على الجهاز الانذار فقط فانا هنا هدوس على new notification وفي الـ event هختار alarm is armed يعني مجرد اتفعل مش ضرب والtarget برضو بنفس الطريقة هدور على الموبايل بتاعي وهنا في title هكتب alarm is armed وفي الاسم هكتب notify شادي mobile alarm is armed وادوس على save كده انا بقى معايا اتنين actions دلوقتي بقى عايزين نظام الانذار بتاعنا يعمل دوشة لو هو ضرب فانا هدوس على new action وفي الـ event هختار ان الـ alarm is triggered يعني الانذار ضرب وفي جزئية الـ task هنا هختار بقى الحاجات اللي نظام الانذار هينفزها فمثلا ممكن اخلي الاضاءة في البيت كلها تشتغل فانا في الـ entity هنا ممكن ادور على light واختار بقى كل الاضاءات اللي موجودة في البيت عندي او ممكن تدور على المكان يعني office مثلا لو كتبت office واجي عند light.office هنا واقوم this turn on يبقى كده لو الانذار ضرب الاضاءة اللي في المكتب هتشتغل وتعب بقى تزود كل الـ entities او الاجهزة اللي موجودة في الـ home assistant اللي انت عايز تخليها تشتغل لو الانذار ضرب بس الحقيقة ان الطريقة دي محدودة شوية فرضا لو انت عايز تعمل حاجة متقدمة اكتر يعني مثلا تخلي النور يعمل flash او يفضل يضفي وينور ففي الحالة دي ممكن تعمل script يعني ايه script؟ يعني مجموعة من الاوامر المتسلسلة اللي بتديع الـ home assistant علشان ينفزها فلو عايز تعمل كده هنروح على settings وهندوس على automation and scenes وبعد كده ندوس على scripts وننزل تحت وندوس على add script وندوس على create new script ونضي الـ script بتاعنا ده اسم هنسميه alarm is triggered وممكن كمان نديله ايكون معبرة كده اللي هي الـ alarm دي والـ script ده هيبق اسمه script.alarm is triggered بالنسبة بقى للـ actions هنختار repeat وفي الـ repeat type هنختار while وفي الـ conditions هنختار state وفي الـ entity هنختار alarm وهنا هنختار alarmه والـ state بتاعه يبقى triggered يعني ايه الكلام اللي نقوله ده؟ يعني الـ script ده هيفضل يكرر سلسلة الاوامر اللي هندهاله طول ما الـ alarm triggered طب ايه بقى الاوامر؟ هنيجي ندوس على add action وندوس على call service وفي الـ service هنختار light وبعد كده turn on ونختار النور اللي احنا عايزين ننوره فانا هنا هنختار office وسيبك بقى من كل الكلام ده ونختار action وبعد كده delay ونختار ثانية وبعد كده add action وبعد كده call service ونختار light ونختار turn off وبعد كده choose area وبعد كده نختار office ايه اللي انا عملته ده؟ اللي انا عملته ان انا عملت script بقول فيه للـ home assistant نفذ الـ script ده طول ما الـ alarm triggered ايه بقى الاوامر اللي في الـ script ان تشغل النور وتستنى ثانية وتطفيه وترجع تكرر تاني تشغل النور وتستنى ثانية وترجع تكرر تاني وهكذا دلوقتي ممكن نروح على save script ونرجع للـ alarm وندوس على actions وندوس على new action وفي الـ event نختار الـ alarm triggered اما في الـ task فهنختار alarm وهو هنا بقين لي script.alarm triggered الـ script بتاعنا وهقول له run وفي الـ name هنا ممكن اختار flash the lights يعني اعمل flash للاضاءة save طبعا انت في المرحلة دي ممكن تبقى تلعب زي ما انت عايز ممكن تكتب سكريبت تخلي مثلا سماعات ذكية زي الـ Alexa تشغل سرينة وتعمل دوشة بأعلى صوت عنده المهم ان كده نظام الانظار بتاعنا بقى تقريبا جاهز عرفناه على السنسورز بتاعتنا وعرفناه ايه هي الـ actions اللي هينفزها لو حسب حركة مش مظبوطة وكمان غزيناه بالـ pin codes اللي من خلالها نقدر نفعله او نبطله فاضل بقى اخر حاجة وهي ان يبقى عندنا داش بورد او لوحة التحكم علشان من خلالها نقدر ندخل الـ pin code علشان نشغل او نضفج هذه الانظار بتاعنا فانت هنا قدامك حل من اتنيني ايما انك تشتري keypad حقيقية ممكن تدخل من خلالها الارقام وتوصل الكيباد دي بالـ home assistant فيه كم مركة في السوق للكيباد دي بس بس في الحقيقة ممكن ما تبقاش متوفرة قوي او على اقل ما تبقاش متوفرة في كل البلاد فاحنا للسهولة هنعمل الـ control panel او keypad بتاعتنا جوه نظام الـ home assistant والـ keypad او control panel دي ممكن تشغلها من على الموبايل او تشغلها من على تابلت مثلا يكون متعلق على الحيطة تعالوا بقى نشوف هنعمل الـ keypad او control panel دي جوه نظام الـ home assistant عشان نعمل الحركة دي هروح على الداش بورد الرئيسية بتاعتي وادوس فوق على اليمين على الثلاث نقط دول وادوس على داش بورد وادوس على take control وبعد كده هدوس على add card وادوس على alarm panel وهو هنا ايه اللي ان الـ available mode او الـ available state الـ arm اوي فهدوس على save وبعد كده ادوس على done لو نزلت بقى تحت هلاقي ان الـ alarm control panel بقت موجودة طبعا هي دلوقتي في وسط دوشة انا ممكن اعملها في داش بورد الوحدة فانا ممكن ادوس على ثلاث نقطة ثانية ونقيد الـ dashboard ودوس ثاني هنا ودوس على manage dashboard ودوس على add dashboard وكتب الـ alarm system والايكون هنا مثلا اختار الايكون ده ودوس create فشوف هو هنا عمالي على الشمال الـ alarm system كده بقت ايه؟ عندي داش بورد فاضي خالص ودوس على add card ودوس على الكارت بتاع الـ alarm panel ودوس على save ودوس done فكده بقى عندي داش بورد كاملة للـ alarm system عشان اجربوا بقى ممكن هنا ادخل الكوب بتاعي اللي هو 1 2 3 4 ودوس arm away وكده الـ alarm system بتاعي اتفعل لو الـ motion sensor بتاعي شوف حركة او الباب اتفتح هيبتدي الانذار يشغل النور ويعمله flash وتبتدي الالكسا المفروض تعمل دوشة ده اللي احنا عاملينه صح دلوقتي انا انفع عن نظام الانذار اللي عملته في قط المكتب تعالوا نجرب عملي كده لو فتحنا الباب ودخلنا هيحصل ايه؟ موسيقى الدنيا هنا دوشة جدا اللي عايز ترحم من الدوشة دي ويعرف ازاي يعمل اوتوميشنز تانية بالـ home assistant يتفرج عن الحلقة دي ترجمة نانسي قنقر